معاك تلك ساعة تتكلم فيهم براحل لا 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 براحل باشي أنا في حاجة حاجة مهمة جدا يا مش تاخد أكتر بين دقيقة و دقيقة و نص عاوز أتكلم فيها ليه الأهلي كسب النهاردة معاك دقيقتين آخر دقيقة أو آخر خمس دقيقة في المباراة عاوز أوريك الأهلي كان بيعمل إيه في دقيقة 95 95 95 نشوف الحالات بقى دقيقة 95 انت كسبان 3-0 والأهلي بيضغط على لعيبة العين وكأن الأهلي خسران وعاوز يتعادل أو كأن الأهلي لازم يجيب جون عشان يكسب لو الحالات معنا في دقيقة 95 يا كريم لعيبة الأهلي بتضغط وبما فيه وموسام أبو علي لأنا لسه كنت بكلمك عليه إزاي وموسام أبو علي بيضغط بص يا كريم هنا دقيقة كان فوق 95 فضل 3 دا وماتش انت 3-0 انت عاوزين ايه تاني بص على لعيبة الأهلي أول ما لعيبة العين هتبدأ تحضر الكرة بص على وقفة لعيبة الأهلي بيلعب بيديان بلوكو ولا كأن الرجل عنده أي مشكلة ولا سايب بص ضغط أفشا بيضغط إزاي بزرق ووسام أبو علي بيضغط لعيبة الأهلي فضلت تخنو لعيبة العين حتى يا عمي طب سيبوه ما يعملوه ما فيش أي رحمة من لعيبة الأهلي لغاية لما بص الرجل يضغط بص بص ما فيش كل زواج تمرير مقفولة لعيبة الأهلي بتضغط مرانة عطية يا جماعة يا جماعة مرانة عطية في الديئة 95 لعب كل المطشط مع منتخب مصر لعب كل المطشط مع الأهلي وسام أبو علي لعب كل المطشط مع منتخب فلسطين لعب كل المطشط مع الأهلي بص مرانة عطية بيضغط فينا كريم الديفندر رقم 6 بتاع النادي الأهلي وصل لحد فين في الديئة 95 لغاية لما لعب تلعين بتاخد فاول قل إنت يا كريم فيه فرقة في الدنيا كسبانة 3-0 عشان كده فيه نقطة تحاول كبيرة جدا ما بين اللي حصل الرد على كل الناس وأقولهم إحنا اللي مقطعنا فيه الشهر اللي فات قلنا هلأ أفكار مرسل كولا خرصت الراجل اللي ياما في الجرابي حاوي الراجل العالمي بصراحة